ينضم علينا بلال مبروك مراسل اليمد بلال بداية دعنا في صورة آخر التفاصيل ماذا عن دعوة حركة النهضة وماذا أيضا عن مواقف الأحزاب والقواء السياسية الأخرى من القرارات الرئاسية الأخيرة نعم يارى في الحقيقة كل ما يطرحه حزب حركة النهضة لم يعد محل جدلة ومحل رد أو محل تعليق في الحقيقة لا وجود لأي شخص مزال يعلق على بلغات وبيانات ومواقف حزب حركة النهضة إن كان ذلك يدعو إلى التصعيد أو إلى الاتسام أو إلى إعادة الشرعية وفق ما يقول حزب حركة النهضة أو العكس إذا كان يطرح الحوار أو يحاول فتح قنوات حوار حتى اللحظة لم يصدر أي رد حتى ربما بعض الشائعات أو بعض التسريبات تفيد بأنه بإمكانية وساطة جزائرية بين حزب حركة النهضة والرئيس التونسي ولكن من المستبعد جدا أن يوجد حوار على السياغ السابقة على السياغ السابقة بحيث ربما الرئيس التونسي والطبقة السياسية المؤيدة له وهي ربما السواد الأعظم من طبقة السياسية وأيد قرارة الرئيس لا يمكن أن يقبل بأي طرح لمبادرة حوار إلا عبر المحاسبة المحاسبة ثم الحوار هذا ربما ما يمكن أن يرد به رئيس التونسي أو أي حزب سياسي آخر ولكن لا وجود لأي ردة فاعل أو لأي تعليق من قبل الطبقة السياسية ورئيس التونسي حتى اللحظة على المضمار الآخر المضمار الميداني لا وجود الاعتصامات في الحقيقة كما نتابع مجلس النواب للشعب مازال مغلق أن القواء الأمن الوطني مازالت تفرض طوقا على الباب الرئيسي بل أضافت لها الأسلاك الشائكة وبالتالي لا يمكن لأي حد أن يدخل إلى مجلس النواب وتطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد مضطر رئيس البرلمان المجمد إنجاز التعبير أن يقوم بالتواصل مع البرلمانيين عبر التواصل الافتراضي وعبر التطبيقات الافتراضية فقط وتقريبا هو يتواصل فقط مع أعضاء حزبه وأعضاء كتل نيابية أخرى ولو أنه في قلب تونس بدأت اللغة لغة الكلام واللغة السياسية بدأت تتبدل وبدأت تتغير في الحقيقة شيئا بعد أن كان متصلبا بعد أن كان ربما يصف الرئيس التونسي بالخارج على الشرعية الآن ربما بدأ نوع من التهدية من قبل حزب قلب تونس الذي يطالب طيف واسع من المتابعين وطيف واسع من السياسيين بضرورة أن تفتح ملفات هذا الحزب أيضا على المضمار آخر في سياق آخر هي ربما إيقافات بسيطة ولكنها مجدا لجهة الرمزية الغالب عن القوى الأمنية بدأت بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية عبر إيقافات على مستويات معينة في مسؤول جهوي بلدي ومسؤول محلي في منطقة قربة وأيضا مسؤول محلي في منطقة فوشانة تابعة لقليم تونس الكبرى هذه الإيقافات ربما على خلفية محاولة إطلاف بعض الوثائق والغالب أن هذين المسؤولين تابعين لحزب حركة النهضة وفق ما فادت مصادر أعلمية وبالتالي الغالب أن الرئيس ذاهب وطبقة سياسية ذاهبة في تطبيق هذه القرارات وفي حالة كل هذه الملفات على العدالة وعلى القانون هذا على صعيد التحركات الداخلية بلال هل يمكن رصد أي تحركات إقليمية أو مواقف دولية بهذا الشأن؟ لم أستمع جيدا للسؤال يارا أن كنت تحدثين عن المواقف الخارجية أم لا؟ نعم بلال نعم صحيح يارا الموقف الأمريكي ربما أرجعه البعض إلى أنه دفع براشد الغنوشي رئيس النهضة إلى مراجعة حساباته ومراجعة خطاباته التصعيدية مؤخرا راشد الغنوشي كان يتحدث على هبة جماهيرية وهبة شعبية لتحرير البرلمان من الانقلابيين هكذا كان يتحدث راشد الغنوشي ولكن بعد الموقف الأمريكي الذي طالب بالطروي وطالب القوى السياسية بعدم الإجرار للعنف راشد الغنوشي أعطى تعليماته إلى من كانوا يعتصمون بها الانسحاب وحتى النواب انسحبوا وبالتالي هذا هو ربما الموقف الذي أثر في حزب حركة النهضة الذي كان يعول كثيرا على الموقف الأمريكي على ما يبدو والموقف البريطاني أيضا ولكن هذه المواقف ربما دفعت بحزب حركة النهضة إلى تغيير ربما لغته الحادة الآن تركيا وشق من ليبيا فقط يدعم حزب حركة النهضة الخارجية الألمانية كانت سباقة وقالت أنا ما حدث في تونس ليس انقلابا الانتحاد أوروبي أيضا نسج على نفس المنوال الغالبا رئيس طبون أيضا الرئيس الجزائري باتصاله بالرئيس قيس سعيد كان قد تلقى رئيس سعيد تطمينة لأن الجزائر هام جدا والاستقرار التونسي هام جدا للجزائر التي تسمى بالشقيقة الكبرى هنا في تونس وبالتالي دوليا تبدو الموقف متناغمة مع ما طرحه الرئيس قيس سعيد وربما أي حوار عطفا على بداية سؤالك يارا لن يتم عبر المحاسبة وعبر تطبيق القانون فقط شكرا جزيلا لك بلال مبروك مراسلنا من تونس اشتركوا في القناة